بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكل مشاهدي قناة الأهل في كل مكان والاستوديو التحليلي لمباراة الأهل والزمالك موليد 2006 في بطولة دوري الجمهورية قبل ما رحب بضيوف الكرام النهاردة لمشرفيني في الاستوديو التحليلي حابب أكلم حضراتكو في موضوع مهم جداً موضوع ربطة الأندية المصرية المحترفة كلنا كنا سعداء بتكوين الربطة والنادي الأهل كان أول الداعمين والمساندين لفكر التكوين الربطة أنه لما يكون عندنا ربطة يكون عندنا دوري منتظم هيكون عندنا ناس وقفة على الحياد بين الأندية كلها وقفة على مسافة واحدة في اتخاذ الكرارات في الأندية كلها وكلنا استبشرنا خير لكن خلال أيام القليلة الماضية لما بدأنا نشوف كرارات غريبة كرارات في العقوبات اللي صدرت من كم يوم النهاردة ده جرس انظار لربطة الأندية المصرية المعايير النهاردة ما بقتش وحدة جميل جداً أن ربطة الأندية بتدعم الأندية الشعبية والأندية الشعبية بتكون مهمة جداً في الدوري الممتاز لكن سؤالي هنا للأستاذ أحمد دياب وكل القائمين على ربطة الأندية المحترفة حضراتكو كنت فين وقت الأهل ما كان بيلعب النهاي الأفريقي أمام الوداد ما شفناش حد في حضراتكو حتى حضر تمرينا للناد الأهلي لكي يساند ويدعم الفريق المصري الوحيد اللي وصل تلات مرات متتالية للنهاي الأفريقي كنت حضراتكو فين ما شفناش حتى بيان يدين الشخص والموظف المخطئ اللي أخفى جواب تنظيم مصر بطولة الأندية أبطال أفريقي ووزارة الشباب والرياضة أدانة هذا الشخص ما شفناش ربطة الأندية أدانة هذا الشخص ولا طلعت حتى بيان هل من دور ربطة الأندية إنها تقعد مدير فني معنا دي زي ما شفن قبل كده سادة الوزير وهو بيقعد مع لاعب محترف علشان يعادوا معنا دي هل ده النهاردة دور ربطة الأندية أنا بقول النهاردة وبقول إن النادي الأهلي كان أول الأندية الداعمة والمساندة لربطة الأندية المحترفة علشان يبقى عندنا دوري محترف دوري محترم دوري هو الأقدم في المنطقة العربية علشان كده بقول أتمنى لما تاخدوا كرارات في العقوبات كرارات لازم تكون على مسافة واحدة من جميع الأندية علشان ما يحصلش احتقان في الجماهير بين الجماهير وإحنا النهاردة بنناشد وبنقول إحنا مش عايزين ألفين وثلاث تلاف إحنا عايزين نشوف الملاعب كلها مليئة بجماهير الأهلي والزمالك والإسماعيلي بشرط إن المخطئ يعاقب مش عايزين مبررات مش عايزين مبررات أنا قلت رسالة ونورت الطريق علشان الفترة اللي جاي برحب ضيوف النهاردة اللي مشرفيني في الاستوديو التحليلي نجمي الأهل السابق ونجم استوديو الأشبال كابتن محمد حشيش بنوارنا مشرفنا كابتن حشيش صباعة طول أخبارك إيه الحمد لله كله تمام الحمد لله الشيكة دي الشيكة كنت وأحمد بقى نرحب أيضا بنجم الاستوديو التحليلي اللي مشرفنا دايما المتعلق الدكتور أحمد سابق بنوارنا يا دكتور أحمد نور حضائك كابتن أسامة تحياتي الحضائك وتحياتي الكابتن محمد وبالتوفيق للنادي الأهل النهاردة إن شاء الله إن شاء الله كابتن حشيش قبل ما أروح لمبارات الأهل والزمالك نادي الأهل اتخذ قرار يعني قرار عظيم من كم يوم وليد سليمان نائبا لقطاع الناشئين بالنادي الأهل يعني النهاردة واحد من أبناء الأهل المخلصين الكابتن وليد سليمان في الملعب على مرور سنوات طويلة في كل القرارات اللي كان بيتخذها بياخدها واحد من كبات النادي الأهل شافي القرار إزاي وتكريم لوليد سليمان شايفه طبعا مش غريب عن النادي الأهلي شايفه النادي الأهلي بيدي درس بيدي حافز لكل لعبته اللعيب اللي بيحب النادي الأهلي موت نفسه عشان النادي الأهلي تاريخه مليء بالعطاء عمرنا ما سمعنا عن وليد حاجة وحشة عمل أي موقف وحش سواء على الدكة سواء بره لسكور عمرنا ما سمعنا قبل تجديد لوليد العقد أنه هو لا وليد طالب كده لأنه هو بيستنى لا هو على طول يقول للنادي الأهلي يعمل معي اللي هو عايزه وعلى بياض في الملعب بقى عطاء لغاية آخر لحظة يعني آخر مبارالي اللي هو كان يعني خلاص يعني سنه كبر ويمكن أكبر من أكبر واحد في الملعب بمسافة كبيرة وبيبقى أكتر جهد وأكتر عطاء هو وليد بيديه فده طبعا يعني حافز لعبة كلها وأنا فرحت جدا لوليد بالتحديد كابتن تاريخي لنادي الأهلي خد كم من البطولات ومبارات وليد كان بيلعب فترات كبيرة جدا جدا وهو مصاب وبدوس على نفسه عمرك ما شفت وليد سليمان في الملعب بيلعب نص نص ولا متغازل على طول روح جمدة جدا بيحس اللعيب اللي حواليه سواء أدو أو أصغر أنهم يبذلوا كل العطاء وكل الجهد مبروك طبعا لوليد ومبروك للنادي الأهلي بوليد وحاجة كويسة كمان أنه هو النادي الأهلي يطلعوا كمان يتأهل برة عشان يجي يفيد النادي الأهلي وخطوة كويسة بالنسبة له هو طبعا اختار العمل الإداري فدي حاجة كويسة وإن شاء الله يبقى فيه كادر كبير للمستقبل أنا عايز بس أقول حاجة صغيرة تعليق على موضوع الرابطة هلخصوا في كلمة واحدة بس يا جماعة ما ترجعوش بعد كده وعدم تطبيق القوانين وعدم وجود العدل في القرارات فمن دلوقتي احنا بنحذر احنا لسه في البدايات والربطة دي احنا كان عندنا أمل كبير فيها ولازال عندنا أمل كبير فيها لأنهم كلهم شخصيات محترمة بس لازم القرارات تطلع على مستوى الاحترام الكبير اللي هم فيه ويبقى كله على مسافة واحدة تمام دكتور أحمد وليد سليمان اختار الأهلي وجمهوره فالأهلي اختار نهارده النادي الأهلي بيعلن تعين وليد سليمان نائباً اختار الناشين وكمان هيطلع فترة اللي جاية ياخد دورات وياخد خبرات سوى في ليفربول او برشلون وضع وليد سليمان بينقسم لحاجتين بالنسبة للنادي الأهلي النادي الأهلي بيوجه رسالة لكل الناس ان اللي بيشتري النادي الأهلي النادي الأهلي بيشتري النادي الأهلي بيقدر أبنائه وليد سليمان قعد أكتر من عشر سنين أخذ حوالي 21 بطولة مع النادي الأهلي فتكرار أو تكريم لمجهوده وتكريم أنه دايما عمرنا ما سمعنا المشكلة الوليد سليمان دايما كان في التجديد على طول واحد من أبناء يعني يعتبر من أبناء النادي الأهلي من خلال فترة العاشها أكتر من عشر سنين فالنادي الأهلي بيشتري اللي يشتريه بصراحة دي رسالة كده بيوجهها النادي الأهلي ودي حاجة تحترم من النادي الأهل أنه دايماً بيعلي أبنائه ودايماً بيعمل كوادر الجزء الثاني بالنسبة لوليد سليمان النادي الأهل النهاردة بيعد كادر أهلاوي إداري جديد صغير قادم في المستقبل فالمطلوب من وليد سليمان أنه لسه حيتعلم حيكتسب خبرات حيدرس حيعرف يعني إيه لوائح لأن الشغل كلاعب غير الشغل كأداري غير الشغل في قطعات الناشئين أنت داخل في قطعات الناشئين عايز تتعلم الأول يعني مثلاً مدير الكورة كابتن سيد عبد الحفيز أول ما بدأ بدأ من خلال الأكاديميات بعد الأكاديميات بقى منصق لقطاع الكورة خطوة وراء خطوة بدأ يتعلم الأول لأن الموضوع كبير الموضوع أن أنا لازم أتعلم أفهم يعني إيه أروح أشوف أنا بشوف دلوقتي أني جيلت ملعب مختلفة على أنا كنت بشوفها بشوف حكام ولوائح قوانين وحاجات مختلفة مسابقات كل حاجة مختلفة خالص في القطعات الناشئين فأنت لازم تتعلم الأول وبنبدأ نادي الأهلي برضو أنه بيدي له معايشات في خلال ليفاربول في خلال برشلونة بيروح يعمل معايشات هناك ويشوف الناس دي بتعمل إيه فأنت ده يعني الدور نادي الأهلي عمله واشترى اللي بيشتريه لسه بقى الدور اللي جاي برضو أن واليد سليمان لازم يكون عارف طبعاً وأكيد هو عارف الكلام ده أن وجودك كلاعب وكنجم مختلف تماماً عن حتة الإدارة تمام كل التوفيير الكابتن واليد سليمان خالفترة القادمة مع قطاع الناشئين في النادي الأهلي نروح لفاصل سريع وبعد الفاصل التحليل الفني لمباراة الأهلي والزمالك مع الكابتن محمد حشيش ومدكتور أحمد سابت أهلاً بحضراتكو من جديد النهاردة إن شاء الله الجولة الخامسة في بطولة الجمهورية موليد 2006 نشوفه نتابع مع حضراتكو دلوقتي على الشاشة مباراة اليوم من دوري الجمهورية موليد 2006 بيفتتح الأسبوع أو الجولة الخامسة بمباراة الأهلي والزمالك زي ما احنا شايفين قدام حضراتكو دلوقتي مباراة الأهلي والزمالك في ملاعب الناشئين في ندية نصر أيضاً غز المحلة يواجه أمبي زي يواجه بتروجيت سموحة يواجه الانتاج الحربي وحرس الحدود أمام المصري والإسماعيل أمام ودي دجلة والمقاولون العرب أمام فيوتشر والبنك الأهلي أمام سيراميكا كليو بطر نشوف النهاردة برضو الجهاز الفني للنادي الأهلي لفريق موليد 2006 اللي يدير مباراة اليوم الأهلي والزمالك في المدير الفني للنادي الأهلي كابتن سيد غريب الكابتن محمد حافظ المدرب المساعد أيمن هريدي مدرب حراس المرمى عمار فتحي المدير الإداري للفريق محمد إمام طبيب الفريق وإسلام عبد الفتاح المعد البدني وإبراهيم خاطر أخصائي تدليك كل التوفيق للجهاز الفني والإداري لفريق النادي الأهلي موليد 2006 كابتن حشيش 2006 من فترة من كم أسبوع أو من شهر تقريبا كان ليهم مسبة كان عليهم أمال كبيرة أنهم يوصلوا كاس المؤمن الأفريقية لكن ما كانش فيه توفيق بالرغم أنهم جيل محترم أروح بس للملعب المباراة معنا دلوقتي زمننا فاروق صواح ونشوف آخر استعدادات الفريقين للقاء اليوم تحياتي لك يا فاروق وتحياتي الكابتن محمد حشيش والدكتور أحمد ثابت كل الشكر للكابتن أسامة حسني برحب بيك يا كابتن أسامة برحب ضيوفك الكرام كابتن مصر الكابتن محمد حشيش والدكتور أحمد ثابت وكل التحية لكل مشاهدين ومشاهدة ومتابعة شاشة تقناة النادي الأهلي في كل مكان جولة جديدة من جولات ملعب الأشبال وبيتجدد موعدنا هنا من ملعب النادي الأهلي مدينة نصر وقبل انطلاق مباراة قمة بطولة الجمهورية للنشئين موليد 2006 ما بين الآلي والزمالك فيه الأسبوع الخامس لهذه المسابقة وخلينا أقولك أن هذه المسابقة تلعب من دور واحد هيصعد الثمانية الأوائل إلى المرحلة الأخرى هيكونوا دوري تلعب من دورين سريعا تشكيل النادي الأهلي لهذه المباراة راست المرمى عمر كامل قدامه اتنين مساكين يوسف إسلام وأحمد عبدين في اليمين عبدالله طاهر في الشمال محمد رضا في منتصف الملعب يوسف محمود وإبراهيم عادل وهشام ومصطفى قدامهم مسلس وجومي ومكون من محمد أحمد شهاب عمر سيد معوض وحسام عادل على الجانب الآخر النادي الزمالك اللي أعلن تشكيله في هذه المباراة حراست المرمى أحمد جمال قدامه الرباعي عبد الرحمن علي وعلي عبد المجيد وعلي نوفل وحمد حنفي في نص الملعب السنائي محمد السيد السيد أسامة قدامهم تلاتة حسام عشور عبد الحليم أحمد هاني ياسر خلف رأس الحربة زيادة محمد نهاردة تقم تحكيم من منطقة الأسكندرية بقيادة الكابتن عمر عبد الفتاح بيعونوا في هذا اللقاء محمد عبد الإله وحسني عبد الرازي عايزة أطمنك على الأجواء الموجودة في ملعب النادي الأهلي بدنية نصر اللي بتزين لاستقبال نادي الزمالك في هذه المباراة وبنأكد على الروح الرياضية اللي بتمتع بيها كلا الفريقين أيضا وجود الكابتن محمد وهبا المدير الفني السابق لمتخب مصر موليد 2006 اللي موجود النهاردة يتابع هذه هذا اللقاء وجود الكابتن وليد سليمان اللي تولى مؤخرا منصب نائب رئيس نائب رئيس قطاع ناشئين بالنادي الأهلي موجود أيضا من اللجنة الفنية الكابتن وحيد كامل والكابتن عادل محمود دي كانت كل الكواليس كل الأخبار من داخل ملعب الأهل مدينة نصر من جديد تعود الكلمة للزميل العزيز الكابتن أسامة حسني شكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح كابتن حشيش رغم خروج منتخب مصر موليد 2006 المدير الفني الكابتن محمد وهبا متواجد النهاردة في لقاء اليوم لازم عشان ما نغلطش الغلطة اللي احنا بنغلطها دايما إن أي منتخب لنا يخرج من التصفيات تبديد وصراحوا لا أول حاجة بيعملوها بصراحوا اللعيبة بداية من منتخبات العديمة بتاعتنا احنا كنا واخدين بقى ده احنا كنا في كاس عالم ورجوا وصراحونا يعني فمش عايزين بقى الغلطات تتكرر عايزين نستفيد من الغلطات بتاعتنا طبعا وجود النهاردة هيدا اهتمام برضو للعيبة اللي هي كانت في المنتخب واللعيبة اللي نفسها طبعا تنضم في طبعا الفترة اللي جاية حافز كويس واهتمام بالموضوع طبعا النهاردة برضو ماتش أهل وزمالك ماتش برضو يعني أكبر فرقتين المنافسة التقليدية الأساسية بيبقى لها طبعا طبعا خاص نتمنى طبعا اللعيبة يعني تأدي مباراة كويسة وتكسب طبعا وتعوض الماتشين التعادل قبل كده من خلال الاربع ماتشات النادي لقلي تعادل الماتشين وكسب ماتشين الماتش ده مهم ومع الزمالك عشان يتقدم بطولة خاصة ويتقدم في الترتيب عشان طبعا نزام المسابقة انه هياخده طبعا الفرق الأوليني أول ثمان فرق ثمان فرق أقول لحضراتكم مرة تانية عمر كامل في حراسة المرمى يوسف خط الظهر عبدالله طاهر يوسف اسلام أحمد محمد عبدين محمد رضا خط الوسط الشام مصطفى يوسف الجندي وابراهيم عادل وخط الأمامي عمر سيد معوض حسام عادل محمد أحمد شاب أربعة تلاتة تلاتة كابتن سيد غريب يبتدي لقاء اليوم الاختلاف عن السنة اللي فاتت احنا كنا بنحلل السنة اللي فاتت كان كابتن سامر عبدالرحمن هو اللي مسكهم السنة دي كابتن سيد غريب يمكن فيه طبعا اختلاف خلينا نقول له في حراسة المرمى عمر كامل ده واحد من الحراس الممتازين في النادي الأهل الصعد ان شاء الله يتقال لك بإذن الله النهاردة الاثنين المساكين أحمد عبدين واحد برضو من المساكين ان شاء الله يكونوا ليهم مستقبل أحمد عبدين رقم ثلاثة جنب يوسف إسلام هنا توظيفه اليوسف إسلام مختلف عن السنة اللي فاتت يوسف إسلام كان كابتن سامر يوسف إسلام كان لعيب ارتكاز دفاعي مميز بقرده حلوة ولعيب بلعب بالقدم اليسرى النهاردة يوسف إسلام بادئ كامل ساك تاني جنب أحمد عبدين دي أنا بشوفها نوع من الرزق النهاردة الرزق ده هيحصل لكابتن سيد غريب يعني رزق ليه لأن ده لعيب ارتكاز أنا بجيبه قد يكون هو جايبه هنا عشان كورته حلوة من تحته هو عايز يحضر الهجمة يبقى عنده اتنين مساكين كويسين كورتهم من تحت كويسين أحمد عبدين ويوسف إسلام لكن يوسف إسلام مركزه الأصلي ارتكاز لعيب ارتكاز عبدالله طاهر طبعا باك رايت عنده حطة السرعات ومميز هو بالعرضيات محمد رضع عرفة محمد رضع عرفة ده الباك ليفت طبعا تيجي تغياب بالأمير علاء اللي هو الباك ليفت الأساسي للتلاتة الارتكاز يوسف محمود الجندي وإبراهيم عادل وهشان مصطفى إبراهيم عادل وهشان مصطفى الاتنين دول هما اللي بيكملوا إبراهيم عادل كان مقدم أداء هائل مع منتخب الشباب بموليد 2006 وواحد من اللعيبة الصعدة بكوة والشان مصطفى لعيب سريع وبرضو شان مصطفى ليه دور تاني إنه هو ممكن يلعب وينج يعني ممكن نشوف شان مصطفى في بعض الفترات إنه هو عنده الميزة إنه هو بيلعب طرف لكن هو النهاردة بيلعب بإبراهيم عادل والشان مصطفى هما الاتنين الارتكاز المسندين هما اللي بيكمله ويوسف محمود الجندي هو الارتكاز اللي بيدي على الحماية الدفعية لأحمد عبدين ويوسف إسلام التلاتة اللي قدام عمر سيد معوض ويعتبر أفضل موهبة صعدة في الجيل بتاع 2006 اللي هو الجناح اليمين رقم 14 ابن الكابتن ساب معوض ورقم 10 محمد أحمد شهاب اللي هو الجناح الشمال وأخوه شهاب الدين أحمد لعب النادي لأهل السابق رقم 10 وقدام هدف الدوري السنة اللي فاتت حسام عادل وتكرار لتجربة التوقام تاني حسام وإبراهيم بنشوف يمكن حسام عادل كان برضو عشان الناس تكون عارفة كان بلعب من سنتين مدافع جي كابتن سامر السنة اللي فاتت ووظفهم هاجم وسجل السنة اللي فاتت 18 هدف تمام كل التوفيلي لعب النادي الأهلي نروح أيضا لفاصل سريع وبعد الفاصل أسأل ضيوفي إزاي النادي الأهلي يبتدي لقاء اليوم أمام نادي الزمالك أهلا بحضراتكم من جديد أقول لحضراتكم برضو تشكيل الزمالك الهواجه الأهلي النهاردة موليد 2006 في بطولة الجمهورية في حراسة المرمة أحمد جمال السيد خط الظهر علي نوفل عبد الرحمن علي علي عبد المجيد أحمد حنفي خط الوسط الثلاثي السيد سامة عبد الحليم أحمد محمد السيد الخط الأمامي هاني ياسر وحصام عشور وفي الهجوم زياد أحمد كابتن حشيش النادي الأهلي والكابتن سيد غريبي يبتدي اللقاء اليوم إزاي النهاردة واضح طبعا أنه هو من التشكيل بلعب 4-3-3 عايز يضغط من البداية ويقفل على الخط ظهر الزمالك إذا كانوا يبدأوا من تحت يبقى طبعا هي خليهم يغيروا طبعا الاستراتيجية بتاعتهم ويضغط من بدري يستغل طبعا عمل الأرض بلعبه على ملعب النادي الأهلي أعتقد أن الضغط من البداية على العيب نهار الزمالك وفي السن ده طبعا ضغوط على اللعيبة ممكن يحصل أخطاء ممكن تحرز هدف الهدف الأولاني ده هيبقى بمثابة فتح للعب كبير قوي هاد اللعيبة ويدي له مصصفة ومتصار بعين ويبتدوا يعني يعني لعبوا المستوى الحقيقي لهم يعني الخط الخلف النهاردة وانت النهاردة دكتور سابت بتقول مهم جدا التأمين خاصة أن يوسف إسلام مش هو المساك الأساسي أو هو ملعبش في الموزيشن ده المطلوب من خط الظهر عبدالله طاهر يوسف إسلام أحمد محمد عبدين ومحمد رت المطلوب منهم تسريع الكورة لأن النهاردة انت بتلعب باتنين مساكين كورتهم حلوة يعني أحمد عبدين كورته حلوة ويوسف إسلام كورته حلوة فلازم أن أنا النهاردة طبعا أزود أعلي البلوك شوية أحاول أضغط علي على نادي الزمالك من البداية حاول أسجل هدف مبكر عشان يعمل لهم مشاكل الحاجة الثانية أن أنا ماشي الكورة بسرعة لأن أنا برضو في نفس الوقت مش عايز أنا شايف أن هيبقى في مشكلة في حتة القلبين الدفاع دي في حتة السرعات فأنت عايز تماشي الكورة بسرعة بأقصى سرعة الحاجة الثانية أن لازم يوسف الجند ينزل كما بين الاتنين المساكين يديهم حماية بشكل كويس جدا الحاجة الثالثة أن أنت عندك النهاردة إبراهيم عادل ده واحد من اللعيبة الممتازة اللي بتيجي من تحت أحسن لعيب في الجلدة بيجي من تحت وبيتحرك كلاعب خور بيكمل مثلا بيكمل مع عمر سيد معوض مع محمد أحمد شهاب مع أحسام عادل من وراء فدي حاجة مهمة برضو هشام مصطفى النهاردة ومحمد أحمد شهاب هشام مصطفى هشام مصطفى هاردو من اللعيبة المميزين جدا من اللعيبة الممتازين برضو وممكن يلعب وينج يعني ممكن نشوف محمد أحمد شهاب هو اللي بيلعب في وسط الملعب في العمق ويحول هشام مصطفى في بعض الفترات يروح كاوينج في حتة برضو أحمد بالنسبة للمساكين أنا شايف هو عامل شيفت في المساكين يعني زي محمد بيقول يوسف اسلام ده أساسا مش مساك بلعب وصف ملعب بلعب مرجعه ولأ عشان كده عامل شيفت أحمد عبدين مساك بلعب دائما ناحية اليمين وخلي ناحية الشمال وخلي يوسف عشان برضو يوسف بالزبط على عدلته لأن انت عارف برضو المساكين بقى واحد ناحية اليمين واحد ناحية الشمال بلعب الشمال أصعب شوية محتاج قدرات أعلى شوية في اللعبة بكرة طيب عشان بيقول دلوقتي المباراة تبتدي أخيرا حكام اليوم من منطقة الإسكندرية حاكم ساحة كابتن عمر عبد الفتاح مساعدين كابتن محمد عبدالله وكابتن حسني عبد الرازل كل التوفير اللي لعبي النادي لقال نروح لفاصل سريع وبعد الفاصل معلقنا الكابتن كامر عبد السلام